مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبقى نسجل دائما أجواء مشمسة خلال يوم الغد أيضا هذا على كافة ربوع الوطن ودائما راجع لتمركز مرتفع جوي قوي على كافة أرجاء الوطن ستكون هناك بعض الصحب بدون فعلية نحو المناطق الشمالية وتطاير الرمال سيميز محليا الجنوب الغربي والصحراء الوسطى فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستقرب 22 درجة كعلى مقياس بغليزان بمعسكر شلف عين دفلاش 20 درجة بالعاصمة 18 بوهران مستغنة مواتزي وزو 15 بسكيك داجيجل كذلك بعنبا 13 بالجلفة أما بالمناطق الجنوبية ستقرب 19 درجة بالوات بتقرد ورقل حاسم سعود المغير بسكرا أيضا 19 أيضا بغردايا في حدود 20 درجة ببشار 22 درجة بأضرار تيميمون وتندوف 16 بكل من إنصالح وتمن رأس وترتفع إلى 23 درجة بأقصى الجنوب فيما يخص الحرارة القصوى دائما تبقى مرتفعة وتفوق المعادلة الفصلي 35 درجة بتزيوزو 33 درجة بالعاصمة ببيجايا كذلك بعنبا بغليزان 29 درجة بنسبة لوهران نفس المقياس بباتنا 30 درجة بشمال الصحراء والواحد 31 درجة بالصورة 29 درجة بمرتفعات الهوغار 36 درجة ستكون كآلة مقياس بأضرار تيميمون وبرج بجي مختار فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاتراب نحو سواحل الوسطى الريح تبقى ضعيفة تماما ضمن تيرات جنوبية غربية نحو سواحل الغربية أحيانا شمالية غربية بسواحل الوسطى وتبقى متغيرة الاتجاهات شروق الشمس سباحة الغد على مسوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة بالضبط والغروب على الساعة السادسة مساء وأربع دقائق أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء